السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبابي ان شاء الله في هذا الدرس سوف نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا وخصوصا هواتف السامسونج يعني هذا الدرس خاص بهواتف السامسونج والتي تعملون بنظام الاندرويد نعم احبابي اذا كما يعمل الجميع الذين يعملون في الصوفتوير يعني في تفليش وفك شفرة الهواتف اذا اردنا تفليش هاتف السامسونج فلا بدنا من ادخال الهاتف في وضعية دولودموت يعني وضعية التفليش هناك يعني تقريبا على حسب ما اعلم ثلاث طرق لادخال الهاتف في وضعية التفليش الطريقة الاولى وهي ان نقوم بالضغط على زر الناقص خفض الصوت والهوم ثم زر تشغيل الهاتف هذه احداء الطرق نعم احبابي اذا كما تلاحظون ادخلنا الهاتف الى وضعية التفليش وهناك طرق اخرى فهناك بعد الهواتف من تضغط على زر خفض الصوت ورفع الصوت ثم زر التشغيل نعم هذا طريقة هي معروفة الطريقة التانية وهي اشتشغيل الهاتف ثم هناك برامج نقوم بتوصيل الهاتف مع الحاسوب ثم البرنامج يتعرف على الهاتف ويقوم بادخاله الى وضعية الدولودموت ولكن في هذه الحالة يجب ان يكون الهاتف شغاله نعم احبابي هذه الطرق هي كلها نعرف وهو سهلة ولكن احبابي في هذه الحلقة سوف نصنع ان طريقة صلع كابل يدخل الهاتف الى وضعية الدولودموت في حالة يعني تعطل الازرار التي نقوم من خلالها بادخال الهاتف الى وضعية التفلش او عدم الهاتف لا يشغل حتى يتيح لنا او يمكننا من ادخاله الى وضعية التفلش بواسطة الحاسوب نعم احبابي درسنا هذا الحلقة طريقة صلع كابل دولودموت يعني الكابل الذي نوصله مع الهاتف فمن خلاله ندخل الهاتف الى وضعية التفلش لاننا دائما تواجهونا مشكلة في تعطل ازرار ادخال الهاتف الى وضعية التفلش او ان الهاتف لا يشتغل حتى نتمكن من ادخاله في وضعية التفلش اذا احبابي نمر الى طريقة صنع كابل داولود مود نعم احبابي احبابي لصنع كابل داولود مود الخاص بهواتف سامسونج فقط التي تشغلوا بنظام الاندرويد نحتاج الى كابل يوسبي اصلي انصحكم احبابي ان يكون الكابل يوسبي اصلي يعني دو جودة عالية نعم احبابي ثم نقوم بفك هاته المجسات نعم احبابي بهذه الطريقة ثم ناخد هذا الكابل اليوسبي نعم احبابي الذي نقوم بتوصيله مع الهاتف لانه هذا الرأس وحده هو الذي سوف نشتغله عليه نعم احبابي نعم احبابي لان هذا الكابل نحتاجه كثيرا في ادخال الهاتف الى وضعية التفليش يعني في حالة عدم اشتغال الازرار التي تمكننا من ادخال الهاتف في وضعية التفليش وهو كابل مهم جدا جدا نعم احبابي اذا كما تلاحظون فالكابل يحتوي على خمس ارجل او خمس مسارات نعم احبابي اذا احبابي ناخد الكابل بهذا الشكل يعني هذه الخراطيم التي تتبت في مدخل الكونكسور بهذا الشكل ونأخذ الرجل الاولى والرجل التانية نعم احبابي سوف اقوم بوضع المخطط حتى تفهموا ذلك جيدا يعني سوف نشغل على الرجل النحاسية الاولى والتانية نعم احبابي ثم نوصل الرجل الاولى مع التانية ونضع بينهما مقاومة يعني مقاومة نعم قيمتها تقريبا بين 300 كيلو اوم اه الى 300 او 340 او 30 يعني هذا القياس كله نستطيعه بواسطة ادخال الهاتف الى وضعية download mode نعم احبابي اذا احبابي نمر الان الى المقاومات نعم احبابي هذه هي المقاومات يا احبابي اذا سوف نمر الى طريقة التعرف على القياس المناسب للمقاومة التي نحتاجها في تعديل هذا الكابل نعم احبابي اذا احبابي لكي نضع المقاومة المناسبة لا بد لنا من قياسها بجهاز الافو ميتر اذا احبابي اول خطوة نقوم بضبط جهاز الافو ميتر على قياس ال اوم او نعم احبابي قانون اوم يعني لقياس المقاومة لا بد ان نضبط الجهاز الافو ميتر على قانون او قياس ال اوم نعم احبابي بالنسبة للمقاومة فهي نحتاج إلى قيمتها أن تكون أكثر من 300 كيلو إذن في هذه الحالة أحبابي نعم أحبابي سوف نضبط الجهاز أفو متر على 2 ميجا نعم أحبابي إذن سوف أقوم بشرح سريع وأمر عليه بسرعة إذا كانت المقاومة أقل من 200 أوم نضبطها على هذا القياس إذا كانت المقاومة يعني 2000 أوم يعني نضبطها على 2 كيلو أوم نعم أحبابي أما هذه المقاومة التي نريد قياسها فهي قياسها أكثر من 200 كيلو أوم إذن نضبطها على 2 ميجا نعم أحبابي إذن نمر الآن إلى قياس المقاومة أحبابي أريد أن أشير إلى نقطة مهمة عند القياس لا ننمس هذه المجسات بأيدينا لأن جسم الإنسان يحتوي على شحنات كهربائية قد تؤثر على القيمة للمقاومة نعم أحبابي إذن نقيص هذه المقاومة إذن هذه قيمتها 381 كيلو أوم نعم وهذه إذن هذه قيمتها حتى هي كبيرة نعم هذه قيمتها 325 كيلو أوم إذن أحبابي هذه يمكن هنا أن نستعملها في صنع كابل نعم أحبابي إذن الآن سوف نمر إلى شرح مسألة أخرى في حالة عدم توفر يعني المقاومة التي بها القيمة التي نريد إذن أحبابي الحمد لله أنا أتوفر الآن على مقاومة قيمتها 320 كيلو أوم وهي يعني قياس جيد لصنع كابل دولود مود نعم أحبابي إذن أحبابي أريد أن نشير إلى نقطة في حالة عدم توفر مقاومة بقيمة 300 فصلة يعني قياس معيل إذا كانت هناك ثلاث مقاومات كل واحدة مثلا كل واحدة بها 100 كيلو أوم يعني مثلا نأخذ على 700 هذه ثلاث مقاومات بها كل واحدة تحتوي على قياس 100 كيلو أوم نعم أحبابي إذن في هذه الحالة نقوم بتوصيلها على على التوالي يعني على التسلسل بهذه الطريقة نعم أحبابي طريقة التوالي تكون بهذا الشكل أو التسلسل يعني نفس نفس المعنى تكون بهذا الشكل نعم أحبابي فهذه يعني نعم أحبابي هذه مقاومات يعني على مصار التوالي أو التسلسل التوالي والتسلسل نعم أحبابي إذن نقوم بتوصيلها بهذا الشكل نعم أحبابي ونقوم بتوصيلها مع الكنكتور اليسبي نعم أحبابي مع الأولى والتانية نعم أحبابي بهذا الشكل نعم إذن حتى لانتيها نقوم بتوصيلها على الشكل التوالي يعني التسلسل لكي نحصل على ماذا R R تساوي 100 كيلو هذه تساوي 100 كيلو هذه تساوي 100 كيلو إذن يساوي 300 كيلو أوم نعم أحبابي إذن هذه الطريقة التي نعتمد عليها حتى نحصل على القيمة أو القياس الذي من خلاله في عدم يعني هذا الشرح لكي نفهم أنه ليس بالضروري أن نحتاج إلى مقاومة واحدة بها قياس معين ففي حالة عدم توفرها يمكننا دمج مقاومات على مصار أو على شكل التسلسل أو التوالي نعم أحبابي إذن نمر الآن إلى توصيل المقاومة مع الكونيكتور اليسبي هذا نعم أحبابي أحبابي نضبط جهاز الأفو متر على وضع البازار يعني الجرس هذه مسألة يعني واضحة ثم نقيس ونكتشف الأرجل الرجل الأولى يعني أين توجد نعم أحبابي هذا الشكل نعم أحبابي حتى نستطيع توصيل نعم إذن هذه هي الرجل الأولى نعم أحبابي ثم نبحث عن الرجل الثانية نعم أحبابي نعم نعم أحبابي نستمر في البحث نقوم بالبحث عن الرجل الثانية نعم إذن هذه هي الرجل الثانية نعم أحبابي إذن أحبابي سوف نقوم بتوصيل المقاومة مع الرجل الأولى والثانية نعم أحبابي إذن نمر الآن إلى طريقة توصيل المقاومة نعم أحبابي موسيقى إذن أحبابي كما تشاهدون فلقد تمت العملية بنجاح إذن أحبابي قبل أن أنهي الدرس أريد أن أذكركم جيدا بالقياس المناسب والذي قمت بتجربته واشتغل معي بشكل جيد وهو أن تكون المقاومة بقيمة 300 كيلو أوم ولا تكون أكثر من 330 كيلو أوم هذا هو القياس الذي قمت بتجربته وهو يشتغل بشكل جيد نعم أحبابي إذن كما تشاهدون أحبابي نقوم بتوصيل المقاومة إذن أحبابي عندما نريد أن نعرف الأرجل التي نريد أن نقيسه عليها نأخذ الكوننكتور بهذا الشكل يعني هذه الخراطيم أو هذه الأرجل تنظر إلى الأعلى ثم نبدأ الحساب من هذه الجهة يعني 1 2 1 2 نعم أحبابي ثم نوصل المقاومة بين الرجل الأولى والثانية وتكون قيمتها 300 كيلو أوم أو إذا زادت 330 كيلو أوم فقط يعني بين هذا القياسين يشتغل جيدا ثم حتى لا تضيع لنا هذه المقاومة أثناء التركيب نقوم بإرجاعها إلى المجسات التي قمنا بأخذها منها في الأولى يعني هذه الأخطية نقوم بإرجاعها حتى يعني يظهر الكابل بشكل جميل ونجد حتى نستطيع الإمساك به بشكل جيد لعند وضعه بالهاتف أحبابي الحمد لله لقد تم صنع كابل إدخال الهاتف إلى وضعية التفليش كابل سامسونج دولود مود هذا أحبابي الكابل هو يشتغل مع هواتف سامسونج وخصصا التي تشغل بنظام الأوندرويد نعم أحبابي إذا نقوم الآن بتجربة الكابل دولود مود هل هو شغال أم لا إذا نقوم بتوصيله مع الهاتف وننتظر قليلا حتى يدخل الهاتف إلى وضعية التفليش نعم إذن أحبابي كما تشاهدون لقد تمت العملية بنجاح فالكابل هو يشتغل بشكل جيد نعم أحبابي أحبابي أتمنى أن تستفيدوا من هذا الدرس المتواضع فهذا الكابل نحتاجه بشكل كبير جدا جدا في تفليش هواتف السامسونج التي تشغل به نظام الأوندرويد نعم أحبابي وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر